أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من برامتكم مدرسة على الهوى في علم الأحياء للصف الثاني السنوي طبعا إحنا وصلنا لنهاية الفصل اللي نقول الدرس الثاني أو وصلنا للدرس القبل الأخير من الجهاز الدوري عارفة أن أنتوا قلقين ومضطربين والوقت إن شاء الله النهاردة هننتهي من الجزء ده والحلقة القادمة إن شاء الله مع التنفس الخلوي اللي كلكم قلقلين منه ما تنلقوش ده درس جميل جدا وسهل بس انتبه معي بكل تفصيلة هقولها أنا بمهد للحلقة القادمة لأنه هو فعلا تقيل بس لو فهمته بالطريقة ده أنا هقولها لك هتحس إنه هو من أفضل الدروس طيب نشوف إحنا النهاردة موضوعنا هنتكلم عن إيه طبعا مفروض إن إحنا النهاردة بنستكمل الجزء بتاع الجهاز الدوري وصلنا لغاية كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح ووقتنا ما سمحش إن إحنا نكمل وشوفنا الأسئلة بتاعتنا وشوفنا إجاباتكم علشان طبعا إنتوا عارفين نظامنا دايما بيكون عامل إزاي ده يبدأ بالأسئلة بتاعتنا نشوف إجاباتها إيه ونشوف أسماء الناس ويا رب إن شاء الله يعننا وننتهي من جزء بتاع النهاردة السؤال الأولاني اللي معنا كان بيقول يتزامن مع انبساط جدران الأزين الأيصر يترى بيتزامن فتح صامترالي ولا الأورتي ولا السلاس الشرفات ولا غلق الصمام الأورتي طبعا فتح الصمام الأورتي السؤال الثاني كان بيقول زهبت سيدة إلى الطبيب وكانت تعاني من ضعف عام وسرعة في ضربات القلب وزيادة في معدل التنفس وعند عمل فحص للدم وجد أن عدد يترى إيه اللي هيختلف أكيد كرات الدم الحمراء هيقل الملاحظ أن أغلبكم أو جزء كبير منكم قال كرات الدم الحمراء بالزيد خلي بالك من رأس السؤال بيقولك إيه بيقول إنها عندها مشكلة في ضعف عام وسرعة في ضربات القلب هي عندها مشكلة في ضربات القلب يعني طالما ضربات القلب يزادة ده معناه أن معدل التنفس بيزيد معاه طب ليه؟ لأن هي أكيد عندها كم الأكسوجين لو وصل للخلايا قليل فبيبدأ معدل ضربات القلب يزيد عشان يكون لك كمية دم أكتر أو علشان يدفع كمية دم أكتر وفي نفس الوقت بدأ يزيد معدل التنفس لأنه محتاج كمية أكسوجين أعلى يبقى ده معناه أن مشكلتها كانت فين؟ كرات الدم الحمراء عندها قليلة فأنا بحاول أعمل ده عشان أزود العدد أحل المشكلة لأن لو كرات الدم الحمراء عندها بالعدد المناسب مش هيحصل عندها مشاكل لكن طالما ضعف عام وضربات القلب يزيد ومعدل التنفس الزاد افهم أن أكيد دي عندها مشكلة في عدد كرات الدم الحمراء وركزت في الحمراء بالذات ليه؟ لأنه قال لي تنفس أكسوجين من الخلية المسؤولة عن الأكسوجين؟ طبعا كرات الدم الحمراء يبقى مشكلتها أنها قلت عندها كرات الدم الحمراء كان فيه سؤال تالت يقول اكتب ما تدل عليه العبارة عدو في الجسم يدخل إليه دم مؤكسج ودم غير مؤكسج ويخرج منه دم غير مؤكسج ده يا جماعة الكبد فيه ناس بتقولوا إحنا ما قلناهوش طبعا إحنا عارفين أن فيه دورة اسمها دورة بابية كبدية حتى لو ما كناش قلناها إحنا قلناها في الهضم قلنا أن فيه وريد معوي أو الأمعاء والخملاتها هيخرج منها شعيرات دموية هتجمع في وريد بابي كبدي هتصم في الكبد وبعدين ترجع تخرج عن الوريد الكبدي طب ما دا تنين دخل وعاء وخرج وعاء ما تنساش برضو أن احنا قلنا أن الأورتي بيوزع الدم لجميع الخلايا أو جميع الأعضاء بما فيهم الكبد يعني فيه شريان آخر اسمه الشريان اللي فرعه من الأورتي يعني الشريان الكبدي لأنه رايح عند الكبد علشان برضو يمدوا بالغذاء والأكسجين يبقى الكبد دا دخلوا حاجتين وعاءين دخلوا وعاء اللي هو الشريان الكبدي محمل بالأكسجين ودخلوا الوريد بابي الكبدي وده محمل بسانو أكسيد الكربون وخرج منه الوريد الكبدي بس وليه قالوا على دا وريد بابي هنقولها النهاردة إن شاء الله السؤال الرابع كان بيقول فصل العبارة الآتية لللمف دور في عمليات التجلط الدموي إيه دور اللمف في تجلط الدموي دور اللمف أنتو كلكم قلتوا إن اللمف بيحتوي على مواد غذائية أو في معوامل التجلط ماشي كلامك صح بس سبنا لما نيجي النهاردة أقولها بشكل أكسر دقة لكن أنا ما حسبتش على إجابة السؤال دا عشان ما تقولوش ما قالش اسمنا عشان دا أنا ما حسبتش على إجابة السؤال دا لأن إحنا لسه ما دخلناش في التفصيلة بتاعته لكن لو عايز تعرفها هو في فيتامينات الكي وهقولها النهاردة ما مدى صحة العبارة للدم دورها في تنظيم الاتزان الداخلي للجسم طبعا لأن الدم هو المسؤول عن كمية الماء اللي بتوصل لجسمك اتزانها عايزة أوصل لك معلومة مهمة قوي ممكن أنا حطيت السؤال دا علشانها إن فيه فرق بين اتزان داخلي واتزان فقط لما قولك اتزان أنا أصدر بيه عضلات جسمي لكن لما قولك اتزان داخلي يعني اتزان جميع محتويات بلازمة دم جميع المواد الزائبة في بلازمة دم لازم تكون بنسب معينة ومتزنة على سبيل المثال كمية الماء قالت زادت مشكلة لازم الدم هيساعدك في ده يبعد للمخامية رسالة ويبدأ يزبط لك نسبة الماء نسبة العناصر السوديوم الكلسام الحديد أي حاجة حتى نسبة السكر حتى السكر الموجود في جسمك برضو الدم له دور فيه تنظيمه لأن الدم هو المسؤول عن كل التنظيمات دي وهقولها بشكل أكثر دقة النهاردة نشوف الناس اللي قدرت توصل للإجابات السليمة النهاردة طبعا معانا كمية من الطلبة مش عايزين بنحسد نفسنا معانا نور مجدي خلد الأسيوتي نورهان إبراهيم ألاء السيد أبا نوب جهان مصطفى أميرة محمد سويلم يارا وبهاء ودعاء وحسن وشاماء وردوة وعمر ومريم أرشي لسه معانا أسماء تانية نشوف بقية الأسماء معانا إيمان حازم وأسماء محمد أحمد وأحمد رمضان ودكتور مصطفى الرجب ومولة عبد المنعم وريهان مجدي وإيرين سمير وأسماء علي ويوسف خالد والتوقم شاماء وسهيل عبد الفتاح والتوقم محمد ومحمود عزمي ومينة أمجة زخاري وأحمد إبراهيم جبريل دول الناس اللي قدرت توصل معانا لإجاباتنا أو الإجابات النهاردة ونبدأ نكمل رحلتنا مع الجهاز الدوري إحنا بنتكلم عن إيه إحنا كنا وصلنا لغاية خلايا الدم أفكرك تاني ونقولها في صورة مقارنة دايما لما تيجي تذاكر محتويات الدم خلايا الدم خصيصا هاتها في صورة مقارنة أهم حاجة عددها إيه نشأت فين فترة حياتها فين أو فترة حياتها قد إيه يعني هتموت بعدها قد إيه طب في استفادة مع دموتها أو لأ طيب هلما هتموتها تروح تتدفن فين طب وظفتها إيه نسترجع اللي إحنا قلنا بسرعة عشان نكمل عليه كرات الدم الحمراء طبعا لونها أحمر وده بيرجع لمادة الهيمو جلبين وده عبارة عن بروتين متحد مع حديد هي اللي أكسبت لي الكرات دي اللون الأحمر أو أكسبت لي الدم اللون الأحمر عددها من 4 إلى 5 مليون لكل ملي متر مكعب ده في الزكر ومن 4 إلى 4 ونص في كل ملي متر مكعب خلي بالك إحنا قلنا ملي متر ما قلتش كم الدم كله طبعا طب كرات الدم البيضة ترى قد إيه 7-3 هتقول لي قليل ده تاجي هازي الدفاعي ما تلاقش رحمة ربنا بينا واسعة لما بيزيد أو لما بيحصل أي إصابة ميكروبية هتزيد يعني بتبدأ تزيد أثناء المرض طبعا أو الإصابة الميكروبية طب الصفائح 250 بس لكن برضو هي بتتجدد باستمرار لأن هي المسؤولة عن التجلط الدموي عمرها عمر كرات دمك الحمراء أربع شهور وهتتكسر بعد الأربع شهور دول في الكبد وفي التحال لكن عمر كرات الدم البيضة بيكون من 13 ل 20 يوم وابدأ أكون خلايا جديدة وهكذا أموالي الصفائح 10 تيام بس طيب التكوين نخاع العزام كله اتكون معاك في نخاع العزام زود معايا في كرات الدم البيضة النخاع والطحال والجهاز اللي نفاوي اللي هنتكلم عنه النهاردة والصفائح برضو نخالة زي ما شوفنا رسمة العزمة دي قبل كده الوصف كرات الدم الحمراء بنقول عليها دايما حمراء دائرية مقعرة الوجهين هتحتوي على الهيموجلوبين والهيموجلوبين بروتين متحد مع حديد لونه أحمر لونه أحمر وطبعا اللون الأحمر ده بيرجع ليه الهيموجلوبين كرات الدم البيضاء عديمة اللون متغيرة الأشكال الأسفة بتحتوي على أنوية ومش بس كده ده شكل النواب تختلف على حسب نوع كرات الدم البيضاء بتتحرط في جسمك بحسا عن أي ميكروب أو أي فيروس أو أي جسم غريب دي وظفتها الصفائح طبعا دي مسؤولة عن تكوين الجلطة الدموية وهي صغيرة في الحجم قطرها أو حجمها لا يتعدى ربع حجم كرة الدم الحمراء طيب تعالوا نقول الوظيفة وعدين هرجع ليه تفصيلة تانية وقلنا المرة اللي فاتت أو الحلقة السابقة الوظيفة كرات الدم الحمراء مسؤولة عن حمل الغازات حملت أكسوجين اسمها أكسي هيموجلوبين ده دم الشريان حملت ثاني أكسيد الكربون يبقى اسمها كاربوكسي أو كاربامينو هيموجلوبين وده دم الوريد خلاص تناولنا الجزئية دي طب البيضة خلي بالك بقى ده ليها أشكال كتير وهوليك صورها دلوقتي عشان لو افترضنا جالي أي شكل شكلها بقدر عرفه أو بعرف أنواحها من شكل النواة بتاعته عندها نواة واغد الشكل المفصص عندها نواة كلوية عندها نواة واغد شكل متشاعبة أو متعددة وابتحتوي على نقط ايه دي؟ منقول عليها محببة عندها ليسوسوم لو ذاكرتك تجيب لمنهج أولى سنوي عندها ليسوسوم والليسوسومات تحتوي على إنزيمات هادمة مسؤولة عن هادم جميع أنواع المواد الغذائية وكمان ودي اللي تهمني هنا مسؤولة عن إنها تبتلع أي ميكروب أي جسم غريب وتحلله عن طريق إنزيمات اللايسوسوم علشان تخلص الجسم منه من هنا بقى فترة عمرها صغير 13-20 يوم بس طب ليه؟ أصلا هي من كتر ما هي بدأت تبتلع الأجسام الغريبة دي وتحللها خرجت أكيد مواد سمة هتتراقم المواد السمة دي وممكن تقدي إلى موتها بعد كده ولو ما ماتتش هي بتنتحر بيحصل انتحار لقراط الدم البيضة هتبدأ تفجر نفسها أو تهتك الأخشية بتاعة اللايسوسومات دي فتحار الإنزيمات الهادمة فتنتحر ليه؟ تراقم المواد السمة وطبعا ما تقلقش ما احنا قلنا بتتجدد بصفة دورية وبتتجدد باستمرار يبقى شغلتها ايه؟ الدفاع عن جسمك ده سبحان الله ده جيش انا بعتبره جيش دفاعي فيه نوع من كرات الدم البيضاء مسؤول عن انها تتعرف على الميكروب ده ايه الكأن الغريب اللي دخلي ده طب ايه صفاته طب نقطة ضعفه فين بتاخد عنه بيانات فيه نوع تاني هياخد البيانات دي روح يديها لنوع الثالث عشان يبدأ يشوف طب انا وجهه ازاي اموته ازاي افرز له اجسام مضادة طب افرز له مادة تسقبله جسمه طيب اروح على الخلية المصابة وافجرها له كذا طريقة ده جيش الجيش ده فيه ناس هتستقبل فيه ناس هتبدأ تعد السكنات بتاعت الجيش دي فيه مجموعة تانية او نوع اخر هيبدأ يكون اجسام مضادة نوع تاني لو فيه مادة سامة خرجها الميكروب ده في جسمك يخلصت منها نوع تالت لو فيه اي خلية تلفت نتيجة المواجهة والمحربة مع العدوى دي حرب هيبدأ ييجي هو يخلصك من اي خلاية تلفة ينظف لك المكان بنعتبرها المكنسة لنظفت المكان حواليها جيش دفاعي بالغ التخصص جيش دفاعي بالغ التخصص فيه نقطة كمان خلي بالغ منها كويس او كرات الدم البيضاء عشان هي جيشك بتنسب بسهولة ويوصل على جدور الاوعية الدموية يعني جدور الاوعية الدموية دايما اللي بينسب عليها هي كرات الدم البيضاء ليه؟ مع انت اعتبر نفسك في حرب اعتبر نفسك دايما معرض لأي محاربة الشعب في النص كرات الدم الحامرة والصفاقح والبيضاء على الجناب ده الجيش اللي حامي الشعب اللي في النص انا باعتبره كده جيشك الدفاعي لازم ينسب على جدور الاوعية الدموية وخلي بالك ان في نوع منها يقدر يطلع من سكوب الشعرات الدموية دي عشان يهاجم ميكروب ويرجع مكانه مرة تانية وحتى لو ماته مرجعش نوع من انواع برضو فناء او فناء الزيت علشان يقدر يحميك اذا هو جيش بالغ التخصص ده كرات دمك البيضاء وهرجي عليها تاني لما نيجي نتكلم عن الوظافة بتاعة اللمف او الوظائف اللمف طيب تعال امبس كده على الصور بتاعة خلايا الدم دي كرات الدم الحمراء واضح طبعا شكلها جدا البيضاء اللي هي تحت دي اللي انا بشور عليها دي فيه منها المفصصة وفيه وغدة شكل حاجة عاملة زي نصينة هوت وفيه الوغدة الدائرية وفيه وغدة شكل الكلوي في متعددة الانوية لكن الجهة الاخرى دي كلها كرات الدم الحمراء ودي كمان كرات الدم الحمراء طيب هدخل على الجلطة هيحصل تجلط دموي ركز معايا كويس اوي ايه موضوع الجلطة الدموية هيحصل ازاي الجلطة والعوامل ايه لازم تتوفر علشان يتكون معايا الجلطة اول حاجة انا الدم بيمشي بسهولة ويسر طول ما الدم يبينشي في الاوعية الدموية من غير ما يحتك بسطح خشن او يتعرض للهواء طول ما الدنيا تمام وما فيش اي حاجة وماشيين بسهولة ويسر تقرد بقى ان حصل احتكاك ليه الدم مع اي سطح خشن هيجي منين السطح الخشن قد يكون جرح قطعي حصل في الجلد الدم هو بينساب احتك بالجرح القطعي مفيش حد فينا ما حصلوش اي جرح ما تعورتش هتمسلق نفسي خلال فترة زمنية بسيطة تكونة اشرة لو دقات النظر فيها هتلاقى فيها الوين ده فيها ابيض وفيها احمر ايه دي التجلط الجلطة الدموية ايه اللي حصل طبعا طول ما الدم بيمشي بس هو لو يسر في الوعاء الدموي وطول ما ما تعرضش لاي سطح خشن وطول ما ما تعرضش الهواء الدم ماشي ما فيش عندي مشاكل لكن لو حصل جرح احتك بسطح خشن وهي الخلايا التلفة وطبعا اتعرض الهواء الجوي نتيجة حدوث هذا السقب هيحصل ايه؟ يبدأ يتكون عندي من الصفائح الدموية ودي شغلتها مع الخلايا التلفة المحطمة دي مادة اولية اسمها السرومبوبلاستين السرومبوبلاستين دي انزيم مادة بروتينية تعمل تعمل كعامل حفازي نشوف احمد من قفر الشيخ وبعدين نرجع عليه التجلط ايوة يا احمد وعليكم السلام يا احمد اخبارك تمام والله الحمد لله طب مني على الاخبار الاحياء ايه؟ تمام الحمد لله عندك سؤال يا احمد؟ اه بس كمام فيه سؤال كده السؤال ده انا اللي عملته بس انا كنت واجده انت اللي عملته ده انت عفكاري با يا احمد فكنت بس عايزة اشوف ايه الاصفاء مثلا اللي فيه والاجابة برضو ايه الخطأ اللي فيها وكده يعني انت حطيت السؤال باجابته وعايتش شوف وضع السؤال صح باجابته ولا لا؟ اه تمام أسمعك يا أحمد تفضل ما اللي؟ ماشي محلولين A و B محلولين A A و B نحن المحلول A بحظة يا أحمد المحلول A سين زائد خمسة سين زائد خمسة ماشي و B و B سين و الإستة سين ناقص ستة ماشي يا أحمد وضح اتجاه انتقال الماء وضح اتجاه انتقال الماء اه علما بأن السين متساوية. علما بأنه. سين بأنه. سين متساوية. تمام? اه. تمام. يعني انت مشكلتنا دلوقتي في الموجة بخمسة وناقص خمسة. انت واضح انك بتحب الرياضة يا احمد. اه اه. طيب دي الموجة بخمسة وناقص خمسة اللي انت بتتكلم عايز تضرمز للزائبات. طيب انا هقول لجابة تحت الاول. طيب اتفضل. طيب هو انا انا قلت طمام السين متساوية فانا عاوض باي قيمة. تمام. اه مسلا انا عاوض مسلا بتلاتة مسلا في الاتنين. هتعبر عن سين بتلاتة. تمام. سين تلاتة زيت خمسة تمانية. تمام. اه تلاتة مقس ستة سليب تلاتة. وتلاتة ناقص. زائد ناقص ستة بقى. اه تلاتة مقس ستة ها اه هتبقى سليب تلاتة. تمام. فف Será في الحالة دي بقى نشوف مين اللي ازبر فيهم التركيز بتاعها اعلى هيبقى اقل في المية. تمام. يعني هنا مفروض ان التركزنا هنا هيكون اعلى. تمام. يبقى دا اقل في المية. اه. طيب انت كان لازم تقول علما بقانا سين دي كزا. يعني عشان نزود. تقول لي سين. لا ما انا ما انا قصد ان انا انا قلت السين بتسويه. عشان يقاستزنانة مش موجودة معنا. اه. تمام. ماشي. تمام. ماشي. بس هو ده السؤال وده. يبقى المية هتنتقل. مفروض انت عايز تنقل المية من التركيز. اللي هو اللي بتنتقل من التركيز الاقل للتركيز الاحلى. تمام. 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 حلو يا احمد صدقني. فكرك حلو. هتكون ان انت بدأت تتفكر ان انت اللي تحط السؤال حلو جدا. مفيش مشاكل. لا فكري جميل. طب انت عندك اي سؤال واقف يا احمد. لا اولي بس جميل. لا لا بس فكري صدقني جميل. وكل ما يتفكر لنا وتخترى لنا سؤال زي كده. برضو نقوله للناس مفيش مشاكل. احنا بنستفيد من بعد. احنا عارفين طبعا يا احمد ان احنا بنرتبطش باسئلة كتب خارجية هنا. لان الاسئلة هتجي لك بتقس مستوات عليا. اوام السؤال. ولا اوام اجيبتوش من كتاب والله يعني. لأ ما انا عارفة. انا عارفة ان انت السؤال ده جاي من دماغة كده مش من كتاب. حلو ان انت بدأت تتفكر ان انت لا تضع السؤال وتجاوبه وتعرضه علينا ونشوف هل ممكن نزود حاجة ولا لا. سياغته حلو ولا لا. سياغته كويسة جدا يا احمد. استمر واحنا معاك. وكل ما تفكر في حاجة زي كده بلغنا. احنا معاك. ان شاء الله خلاص. ماشي يا احمد نورتنا. شكرا. العافة يا احمد. احنا هنرجع نكمل تاني الجزء بتاع الصفائح الدموية. قلنا كون لي مادة اسمها سرومبوبلاستين ودي اول مادة تكونت في عملات تجلط الدموي. انا ليه قلت عليها انها انزيم رغم او انها بروتين رغم ان هو ما قاليش في الكتاب هي تكونها ايه. اصلاها بتعمل كعمل حفاز. ما شطرتك انك تلقت ما بين السطور. سرومبوبلاستين دي تعتور عامل حفاز. ودي اللي انا عايز اوصلها بقى. عملت ايه? ده ساعدت العامل الحفاز ده على تحويل البرو سرومبين الى سرومبين. طيب خليك معاي بقى. ايه البرو سرومبين ده? ده انا هتكون او عندي مادة اسمها البرو سرومبين. هحولها الى سرومبين. تمام? ما هو البرو سرومبين? البرو سرومبين بروتين بيكونه الكبد. خدت بقى لك ان الكبد لهضور في كل حاجة. البرو سرومبين بيكونه الكبد في وجود فيتامينات الكي خلي بالك ده فيتامين وليس عنصر ده فيتامين الكي عشان يحوله لي الى سرومبين وده في وجود عامل حفاظ وهو السرومبوبلاستين طيب مين البروس سرومبين ده البروس سرومبين ده مادة مهمة جدا نشوف محمد من الغربية ونرجع تاني للبروس سرومبين محمد أيوة محمد معنا محمد محمد ومحمود محمد ومحمود اهلا بكم يا محمد منورين الحلقة ومنورين القناة ربنا يخليك يا محمد ازايك واخبار الاحياء ايه معاك كويس والله الحمد والله عندك اي سؤال يا محمد لا كان عندي بس تعليق بس كده بتعايز اقول اتفضل اه لو نعرف بس نزود وقت الحلقة لان الوقت بقى ليل جدا والصارات ببايع الوقت فلو نزودها بس او نشغل البس المباشر على اليوتيوب ونحلل الاسئلة بتنزل مباشرة الله عرفوها لان الحلقة بتنزل متأخرة صح الحلقة بتنزل بعد ساعتين تلاتة وانتو في الوقت ده بتقو في المدرسة للأسف ايوة بنكون في المدرسة ولو البس المباشر بس شغالة على اليوتيوب نقدر نتصر والأسئلة تتحل في الحرقة ربنا يا كلمك يا محمد على المهم ان القناة وادارة القناة سمع كلامك دلوقتي ويا رب انا برفع انا مضم الصوتي معاك مع محمد ومحمود انا مضم الصوتي معاك ويا رب القناة يكون عندها المساحة اللي تقدر تديها لنا زيادة علشان اللي حنخلص ونشوف اسئلتكو برضو والمشكلة اللي احنا مش قادرين نقول مفيش تليفونات لان الناس بتزعل لما التليفونات بتقل ومش قادرين نقول طب تليفونات تم وابنلحاش نخلص فاحنا بالنرين بس ان شاء الله قدرت القناة تقدر تساعدنا في المشكلة دي يا محمد انا مش شكلة لك جدا عندك اي سؤال يا محمد لا والله مش جدا سليمي على محمود بقى الله يسلميك واسمع جدا ماشي يا محمد مرسي لزوءك مرسي لزوءك نرجع تاني لموضوعنا وصلنا لبروس رومبين اللي بقى سرومبين السؤال بقى اللي انتو كان في الحلقة او كان في اسئلت الحلقة واغلبكو قلتو لان اللمث في عوامل التجلط لا بصي بقى انا عايز اقول ايه انا اعتبرتها صح على اساس ان احنا كنا لسه ما وصلناش للجزئية دي ارجع لي بقى دي اهم حاجة نقدر نقول ان نوصل لها النهاردة البروس رومبين بروتين بيكونه الكابل في وجود فيتامينات الكي فيتامين الكي كان مكان هو تان ركزو كده معي فيتامين الكي كان اللين في genug دور فيه ارجع كده للتغزية ما انا كنت بالسؤال ده بربطلك التغزية مع النقل ارجع للتغزية كان عندك مسلك دموي ومسلك ليمفاوي في الخملات من الذي كان يسلك المسلك اللينفاوي كان عندي الاحماض الضهنية والجليسرين والفيتامينات الزائبة فيها الـ A و D والـ A و K اهو الكي اهو يبقى فيتامين الكي بصر الحتة ني فيتامين الكي نقله لك اللمف وعقل بني وعقل انفاوي دخلنا على الوريد الاجوف العلوي في القلب الاوزين الايمن اوزين ايمن ودق لي بوتين ايمن ماشي معايا في الترتيب روحنا للشريان الرقوي اتنقى وغسلنا وخدنا اكسوجين رجعنا اوريدة رقوية انا لسه ما قلتش دوره ايه رجعنا اوريدة رقوية اوزين ايصر بوتين ايصر شريان الاورطة او الابهر لفوا راح لجميع انحاء الجسم بما فيهم الشريان الكبدي اللي وصل فيتامين الكي خدوا الكبد كون بروس رومبين اتقابل معه سرومبو بلاستين كون لي او كان له دور في الجلد يبقى ده لانا كنت اصدام من السؤال وما حسبتش عليه لانا كنت لسه ما قلتوش وسمحوني في ذي الوقت ببقى داية يبقى انا فهمت فيتامين الكي هنا عمل ايه او اللين في كان دوره ايه في التجلط مش علشان نفس المحتويات والكلام دا لا اللين في عمل على نقل فيتامينات الكي وبالتالي فيتامين الكي بيستخدمه الكبد في تصنيع البرو سرومبين كوننا البرو سرومبين بالفيتامين الكي وتحول الى سرومبين نتيجة وجود السرومبو بلاستين بعد كده دا برضو السرومبين يعتبر انزيم مادة بروتينية كل خطوة بتسمع للي وراه علشان دا يساعدني على تحويل الفيبرينوجين الى الفيبرين ما هو الفيبرينوجين كان ضمن السبعة في المية البروتينات الزائبة في بلازمة الدم تحولت الى فيبرين خلاص كده تقصة خلصت معايا والفيبرين بروتين غير زائب يبدأ يترصب ولما يترصب يوقف الناس وده مهم جدا ليه تخيل انت لما يحصل جرح والدم يقول هتقول لي يعني مشكلتنا ان الدم قل لا المشكلة مش في الدم قل المشكلة ان ضغط الدم قل ولما ضغط الدم هيقل ده هيسمع معاك في القلب لان القلب مش هيقدر يضخي كم من الدم اللي انا محتاجة للمخ ومحتاجة للاطراف يبقى مش مشكلتي في كمية الدم اللي انا فقدتها قد ما انا مشكلتي في ضغط الدم اللي جوه الاوعية الدموية برضو كان مهم ان انت تلاحظ التفصيلة دي يبقى كده كوننا الجلطة الدموية او التجلط الدموية طيب سؤال الخطوات بتاعتنا واضحة هي بقى واسمع السؤال وانت بتراجع معا الخطوات تم الدهون الموجودة على جدران الاوعات دموية ممكن تمسلي سطح خشن ليه ما بيحصلش تجلط على فكرة وارد وارد ان يحصل لكن في الطبيعي مع كبر السن طبعا وارد لكن في الطبيعي ما بيحصلش ليه او مفروض ما بيحصلش ما هو ربنا احنا قلنا ايه كل ما تتغوط في العلم كل ما تدرس الاحياء اكتر كل ما تشوف قدرة ربنا قد ايه كبيرة ليه اكيد ربنا قعد الحل للنقطة دي الكابد برضو الكابد اه ده ممكن لما انخلص ان شاء الله اقولك اللي ايه دور الكابد في التنافس وفي التخزية وفي النقل وفي كل حت الكابد بجانب ان هو كون لك او افرص لك البروس رومبين كمان كون مادة اخرى اسمها الهيبارين يبقى الكابد سبحان الله عمل لك اتنين عكس بعض مجب واحد سالب واحد بلغة الارقام بقى زيز منا احمد ما كان بيتكلم يعني بدلك الكلمة وعكسة ده كون للبروس رومبين عشان يعمل الجلطة وامي سلسلهولك وربطهولك بالهيبارين عشان يمنع تكون الجلطة طول ما الدم بيمشي في الاوعية الدموية طول ما الهيبارين موجود مرافق للبروس رومبين مش هيتحول الى السرومبين فما فيش جلطة تحصل هتقول لي الله طيب انا لما اتعورت ما اتدم فيه البروس رومبين وفي الهيبارين حصل الجلطة مش مذكورة بس انا هقول هالك الهيبارين بيتحلل ويتوقف عمله عند تعرض الهواء الجوي شفت حكمة ربنا قد ايه بقى كبيرة طول ما هو منصان جوه الدم طول ما الهيبارين ماسك البروس رومبين مش هتحصل لك جلطة ايه لا بقى لو واحد كالك ميد دهون عالية بقى والاحتكاك اصبح شيء شوية او خبطت في حاجة فحصلت الحتة الزرق اللي في جسمك دي نتيجة الجلطة بتضق مصمر خبطت على اديك انت عرضت الجسم لخبطة لاحتكاك شديد لكن الجلطة اللي تحصل وانت اوعيتك ونظام اكلك مظبوط وكمية دهونك مظبوطة مش هتحصل لان الهيبارين رابطهول خدت من كلام ايه بلاش اكل دهون كتير فا ايه اكلنا الدهون تترصب على جدر اوعية دموية بتضيق هالي وقد يمثل سطح خاشن يساعدنا على حداث الجلطة الدموية طيب طول ما الدم بيمشي مع البروس رومبين والهيبارين البروس رومبين بعتبره مسلسله لكن اول ما انت تعورته الهوى الدم تعرض الهواء الجوي يتحلل الهيبارين معادش لدور يبدأ البروس رومبين يسحب السرومبوبلاستين يجيله يوم يكون السرومبين يروح على الفيبارين وده موجود في بلازمة الدم يكون الفيبارين يسد مكان الجرح واتفقنا اساسنا ايه في القصة دي ان انا مش عايزة يفضل نسخل الدم حفاظا على ضغط الدم واكيد كميته لو كان الجرح غائر برضو تعال بص معاي على الصور دي هتوضح لك شكل بتاع الغلطة الدموية خيوط الفيبارين البروتينية الغير زائبة يا ريت نشوف الصورة مع بعض خيوط الفيبارين البروتينية الغير زائبة اللي هيبدأ يترسب فيها ويتجلط فيها الدم يبقى كده انا كونت الجلطة الدموية اللي سنة ايه؟ اضغط اضغط الدموي علشان ندخل بقى على الدورات اضغط الدموي قلناه اضغط الدموي اعلى معدل للضغط الدموي بيكون في الشرايين القريبة من القلب ليه؟ ارجع تاني كده للرسمة بتاعة القلب طبعا مش عايزين نرسمها تانا شو ما ضايعش بس خليك معايا نفتكرها مع بعض وهنجيبها معانا على اللاب الدم طبعا احنا عارفين ان انا عندي الحجرات والدم المؤكسج خارج من البوتين الايصر حصل ايه في البوتين الايصر؟ جدار البوتين الايصر اكثر سمكا من البوتين الايمن اعلل؟ اصله بيكفع الدم من الجميع انحاء الجسم طب هدفع من الجدران؟ اكيد بس بيكون الضغطة ازيت شوية تحت في الجدار من اسفل ليه؟ تخيل نفسك انت عندك مثلا امبوبة معجون او امبوبة كريم الافضل ايه؟ انت تضغط على الكريم من المنتصف هتطلع اللي انت عايزه بس لكن لو انا عايزة افرغ الامبوبة دي من الكريم كله هتيجي من تحت وتقعد ايه؟ تضغط من تحت عشان الضغطة تطلع لك الكريم ده اللي انا عايزة اقول دايما بيكون الضغط الدموي اعلى جدا في الشرين القريب من القلب والدفعة بتكون جاية من البوتين من اسفل البوتين عشان انا عايزة كوة دفعة كبيرة عايزة اخرج كل الدم المؤكسج الى الخارج طيب تمام يبقى اعلى معدلة ضغط الدم هيكون فين؟ في الشرين اللي خارجة من القلب ايه الرقوي ويه؟ القورتي بس الرقوي عشان اساسا الرقتين قريب مني فمش هحس بيها وضغطه بيكون اقل من القورتي لكن القورتي اعلى ضغط الدم ويبدأ الدم بقى بينطاق لهو يقل 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 قوة الدفعة قوة الدخط تخال نفسك جاي ببلونة حاطت فيها ماء ملون وانطلع منها خرطون طوير اضغط على البلونة من تحت طبعا الماء الملون هيبدأ يندفع هالضغط الماء وهو طالع الملون ده في بداية البلونة زي نهايتها؟ اكيد لا اكيد الدخط في النهاية كان اقل لكن كل ما قربت من البلونة كل ما كانت ضغطة عالية كل ما قربت من مضختك من القلب كل ما كانت ضغطة عالية يبقى اعلى ضغط للدم بيكون فين؟ مبدئين في الشريان لو خيرتك طب اقيسه منين؟ من الدراع ولا من رجلي؟ اكيد من الدراع طب ايمن ولا ايسر؟ ايسر لان انا عارف ان القلب بيميل قليلا الى اليسار طب ينفع من هنا من عند الرزغ من هنا؟ لا بقيسه من هنا ليه؟ اعلى ضغط للدم بيكون في القريب من القلب وإيه كمان تلاحظ دكتور بمعامل إيدك كده ليه أنا عايزة يكون إيه بمحاذاة وممساوية القلب بعمل كده علشان أركز أنا على الضغط هنا إيه اللي بيحصل طيب تعالي أشوف إيه اللي بيحصل طبعا هبدأ أعمل إيه أنا بس عايزة أكتبص على صورة الجلطة تاني ونبدأ ده طبعا صورة الفيبرين والجلطة الدموية تعالي ده أنشوف خلاص إحنا بنتكلم عن الضغط الدمو هيقل الضغط التدريجي كلما بتعادنا عن الشرايين لغاية ما يكون أدنى ضغط للدم في الشعيرات الضقيقة والأوردة وده مش هتعدى 10 ملي متر زئبك طيب يعني قال لي قوي 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 في النهاية في الشعير الدموية عايزة رجعه تاني علشان يرجع الدم التاني في الأوردة وخلي بالك إن الشريان ماشي مع اتجاه الجاذبية الأرضية والوريد عكسه طبعا دي مشكلة هتقابلني يبقى أنا ماشي عكس اتجاه الجاذبية وفي نفس الوقت الوريد ما عندوش الوريد غير نابد شريان بس هو اللي نابد هاعتمد حركته على إيه على حاجتين العضلات اللي محيطة به الوريد والصمامات اللي موجودة فيه الوريد هقيس بجهاز الضغط الزئبكي بيكون طبعا معدنة طبيعي من 120 ل80 للشخص العادي 120 بيدل على ضغط الدم الانكباضي وال80 هيدل على ضغط الدم الانبساطي تمام لغاية كده وهرجع عليك تاني تعال بص لجهاز الضغط هبدأ أشوف جهاز الضغط عبارة عن إيه جهاز الضغط بتلاقي فيه أمبوبة كده جهاز قدام الدكتور الجهاز ده فيه مادة أو فيه الزئبك من وراه واضح معاك هو فيه تدريج وفيه حاجة هنا هي قماشة هو بيربطها على دراعك وفيه منها أو فيه خارج منها حاجة عاملة زي المنفاخ بيدغط أو بينفخ بيها وطبعا السماعة بتاعة الدكتور معانا وفيه أكيد من القياس رقمي أعمل إيه؟ تعال كده مش راح على نفسي أنا هعمل إيه؟ أنا عايزة إيه ضغط الدم هجيب القماش ده وأمرطه على إيدي قوي 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 وبعدين بالمنفاخ نضغط 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 بتضغطي ليه؟ أنا عايزة الدم يوقف عملت إيدي كده يبقى ممحاذاة القلب وبدأت أضغط 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 وعايزة الدم يوقف هم ضغطت أول درجة أن أنا خلاص حاسة أن أنا مش قادرة أخل نفسي من الضغط تمام الدم وقف هم؟ وبعدين تلاقي الدكتور بدأ يقل المنفخي قل الضغط التدريجي وبيسمع في السماعة أول ما أسمع أول صوت عرفت أن القلب دلوقتي أو البطين في حالة انقباض بسرعة بص على المقياس الزئباقي للشاب العادي المتعافي ما عنديش أمراض 120 تمام يبدأ يقل الضغط شوية بشوية شوية بشوية كمان وكمان وكمان وبعدين سامع الصوت أنا لسه سامع الصوت لغاية ما يبدأ الصوت أول ما الصوت يختفي عرفت أن أنا هنا ضغط الدم الانبساطي وقف بسرعة بص على القراءة جبت الثمانين يبقى 120 على الثمانين إيه الصوت اللي سمعوا؟ قلت صوت انقباضي يعني الصوت الغليز الطويل يعني البطين منقبض يعني دلوقت السمامات السلاسي والمترالي بيغلق فسمعت أنا الصوت طب الانبساطي البطين منبسط معناها أن دلوقتي الدم طبعا بيمشي بسهولة ويصر خلاص ضغط الهوى أصبح سأدي ضغط الدم فجبت أنا الثمانين طب الصوت العدم ليه؟ المفروض دلوقتي الصومات الأورتي والرقوي هما اللي بدأوا يتقفلوا معايا معانا أميرة أميرة من أسيوط صح؟ آه أنا أميرة إزايك؟ كويسة الحمد لله أنت عمي يا أميرة؟ الحمد لله حبيبتي أخبارك أنت إيه طامنيني على الأحياء؟ كمام الحمد لله أنا عايزاك الحلقة الجاي شانا التنفس بصح صح قوي ومعاك وراء وقلم ورايا على طول والله يا أميرة إن شاء الله يا أميرة معاك سؤال يا أميرة ولا عندك أي سؤال؟ أي وعندي سؤال فضال يا حبيب هو اختر فضالي لماذا من المهم أن يوقف الجسم نزيف الدم من الجروح؟ لماذا من المهم أن يوقف الجسم نزيف الدم من الجروح؟ جميل رقم واحد الاختيارات يمكن أن يمنع نزيف الدم الجهاز المفاوي من توصيل مواد كالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم ماشي من وصول مواد غذائية وخلاص ماشي يمكن أن يمنع نزيف الدم الجهاز الدوري من توصيل مواد كالسائل المفاوي إلى جميع أجزاء الجسم توصيل السائل المفاوي ماشي جميل يمكن أن يمنع نزيف الدم الجهاز الدوري من أعادة مواد كالسائل المفاوي إلى الأوعية المفاوية أعادة السائل إلى الأوعية ماشي يمكن أن يمنع الدم الجهاز الدوري من توصيل مواد كالسيبرين إلى جميع أجزاء الجسم إلى جميع أجزاء الجسم إلى جميع أجزاء الجميع الدموية الجهاز الدوري وأعادة السائل دي ممكن لأن لما جيلك عند الجهاز الدوري دلوقتي اللمفة أساساً بياخد المادة بتاعته من الجهاز الدوري يعني اللمفة خد من الدم ورجع للدم تاني فاللي تأثر معايا أن كمية الدم اللي هتروح للشعرات الدموية هتبقى قليلة بصي ما هو اللمفة إحنا هنقوله نارض اللمفة السائل يترشح من بلازمة الدم الدم يوصل للأوعية بيوصل غزة جزء كبير من الدم بيرجع تاني في الأوردة وفيه جزء بيفضل معايا في الأنسجة اللمفة دوره يلم السائل دا ويرجعه لي تاني لما يكون الضغط قليل أو نتيجة أنه حصل جرح يبقى الضغط دم في الشعرات الدموية هيكون قليل فبالتالي مش هيوصل الغزة للأنسجة بالكم الكافي وبالتالي اللمفة مش هيقدر يصب بالكلام دا ويلمه تاني يرجعه لي للقلب يبقى أكثر إجابات دقة هي الجيم أكثر إجابات دقة وطبعا لو ركزت معايا النهاردة هرجع للحطة بتاعت اللمفة دي تاني وكويس إنك خلاتينا وقلناها بالمر عندك سؤال تاني يا أميرة اي هو سؤال صاحب تجاري تاني كيفية العزة أتأكد برضا طب قولي وقولي إجابتك إيه وانا أقولك صحة ولا غلا بس بسرعة عشان نلحق نخلص درسكنا فضل هو سؤال إختار برضو الدورة الدموية الرقوية بالنسبة للدورة البحادية هي الموضوع دا السؤال دا معرفش مين أنا وصلني السؤال دا رجل كرسي sunlight وكلام الغريب دا أنا في'm talking بسبق ليك حاجة هو الدورة الرقوية بالنسبة للدورة الجهازية الدورة رقوية أساس الدورة الجهازية بتوصل الغذة والأكسوجين والأكسوجين اللي بدولك الدورة الرقوية فأساس هقول رجلي بالأرجول الكرسي طب قد تتلات ترجل فين مش عارفة كان فيه حاجة تانية آه رجل الكرسي بالنسبة للكرسي والصارقة بالنسبة للشجرة والذيجر لا فرق بالنسبة للشجرة دي حاجة ونسبة الفراق كتير لا ده اساس. يبقى واحد واتنين ما ينفعوش. والزجاج بالنسبة لنا فيزة برضو ده. لا برضو. لا برضو. خلينا في الفرشة. انتي فرشة. اه. هي ده ادقوهم برضو. انها فرشة من ضمن فرشتين. عارفها ليه? صح كده? اه. فرشة من ضمن فرشتين. لان الدورة الجهازية بتوزعلك حاجتين. فرشتين. اه. الغزة? اه. الاكسوجين. الغزة جالك. انا اقصتين الفرشة التانية الاكسوجين. بس طب ما جيش سؤال زي كده يعني اميرة بس يعني. اه ما بس بتعتك كده قلت. فرشة من ضمن الفرشتين. لان الدورة الجهازية بتوصل لك الغزة والاكسوجين. ماشي. ماشي يا امير. شرفتين يا حبيبتي. اه خلاص يبقى احنا قلنا عارفت انا بقيس ازاي. والمئة وعشرين على تمانين. خلاص ده الجهاز بتاعي. طيب. قبل ما ادخل في جزئية تانية. عايزة اشوف حاجة مهمة جدا. طيب. اه. مش هعارف اقولي الحاجة المهمة دي. بس ايه. علشان معاشي معانا فعلا غير خمس دقايق. ونختم. ودي طبعا دي مشكلة كبيرة. كان فيه فيديو اكتر من رائع. كان نفسي تشوفوه. انا هعدي عليه بسرعة. مش هقدر ورهوه لك كله. هعدي عليه بسرعة. لانه فعل خسارة ان احنا ما نشوفوش. الفيديو بيتكلم عن ضربات القلب. وبتكلم عن الدورة. انا بس عايزة اوصل لك حتة مهمة قوي. ايه اللي بيحصل بالزبط. الشرايين بتبدأ تدفع الدم الجميع عن حق الجسم اهو. عشان اغزي الاعضاء وتخلص من النفايات. وبالمرة اخد منها الدورات. عندي ثلاث الاوعية اللي احنا عارفينهم. خلاص بتكلم عن ضربات القلب اللي معايا. بص بص دي انا كنت عايزة اكتو صلي ليها. ان الدم بدأ يوزع. الشريان بيوزعه. بص رجعت باللزرق. يبقى سرين بتوزع. وارجع باللزرق عشان يرجع للقلب مرة تانية. عشان دي ليها علاقة باللي احنا بنتكلمه. او بنتكلم عنه النهاردة. طيب احنا كده خلاص ما عادش معايا غير الدورات الدموية. وانا الدورات الدموية عندي ثلاث دورات. وانا قلتوهم احنا بنشرح قبل كده. عندي دورة رقوية وعندي دورة جهازية. الدورة الرقوية اهم حاجة في الدورة عارف بتبدأ فين وبتنهي فين وهدفها اين. الرقوية بدأ من البوتين الايمن ونهي عند الاوزين الايصر. هدفها ان انا بنقي او ان انا بحصل على الاكسوجين. هينقبض البوتين الايمن. هيندفع الدموية بعد غلق الصمام السلاسي الشرفات. هيندفع عبر الشرين الرقوي. هيروح للرقتين. هيحصل تبادل الغازات. ويرجع تاني اووردة الرقوية ارباع الى الاوزين الايصر. كده الدورة دي انتهت. هدفي ان انا اخذ الاكسوجين. على رأي اميرة بقى دي الفرشة الاولى. بعد كده ادخل على الدورة الجهازية. هبدأ من بوتين ايصر عشان انا عايز اوزع على انحاء الجسم. بوتين ايصر هيتقفل المترالي. يعني دفع الدم عبر الاووردة. يتوزع الى جميع انحاء الجسم. علشان يوزع الغازة والاكسوجين. فيه طلاق شعيرات دموية هنا. هسيب الاكسوجين والغيزة. وارجع محمل بالفضلات وساني اكسيب الكربون. عشان ارجع للقلب مرة اخرى عبر الاوردة. وانت شفتها بالفيديو. واريد اجوف علوي واريد اجوف صفلي. دخلت على القلب في الاوزين. بدأت بوتين ايمن ناهيت بالاوزين. بدأت اسفى بوتين ايصر ناهيت بالاوزين الايمن. دورة اسمعت دورة البابية الكبدية. احنا خدناها في الجهاز الهضني. هتكلم عن الكبد. هتكلم عن الوريد البابي الكبدي. ليه سموه بابي كبدي. اصله بدأ شعيرات وانهى شعيرات ده الوريد البابي الكبدي. بدأ بشعيرات في الخملات وانهى بشعيرات جوة الكبد. اصله خارج من الامعاء عشان يوصل لي المواد الغذائية. طب وبعدين هيحفل تحولات جوه الكبد هنبقى نجيبها في صورة أسئلة يطلع وريد كبدي ما تنساش إن الكبد داخله كمان يشتريا ده بالنسبة للدورة الكبدية دخلنا بعد كده على الجهاز اللينفاوي جهازك المناعي الجهاز الدفاعي في الجسم هو اللي بيقدر ينتج الأكساء المضادة المسؤول عن إكساب جسمك المناعة بتاعته جهازك اللينفاوي عبارة عن أوعية لينفاوية وعقد لينفاوية سائل قلت الأميرة حالا سائل بيترشح من بلازمة دم يعني السائل ده أنا هاخده من الدم وعيده للدم مرة أخرى ده بيحصل فين أكيد في الشعيرات إن هي ذاتها جودر رقيقة يبقى في شعيرات دموية عندي جودر رقيقة هيدا يحصل إن الشعار دموية تفقد السوائل اللي فيها الغزة والأكسوجين علشان توصلهولي للأنسجة عشان يحصل تبادل أو يحصل الاحتراك الخلوي إن شاء الله الإسبوع الجاه نشتغل عليه وجزء منه كبير بيرجع للشعيرة والباقي اللينف يعمل على قعدته مرة تاني اللينف أو السائل ده عبارة عن البلازمة محتويات البلازمة فيها نفس محتويات البلازمة يمكن البروتين 50% فيها صفاقة إحدنوية على فكرة وفيها كمان كرات دم بيضة وبكيميات كبيرة ينتج ويخزن كرات الدم البيضة عندي أعضاء لنفوية دي كتايب الجيش اللي موجودة في مناطق في جسمك هتلاقيها موجودة عندك تحت أو في منطقة العنق تحت الإباطين بجوار الأحشاء الداخلية أعلى الفغز مسؤولة عن إيه؟ مسؤولة إنها تنقي وتصف اللنف بعتبرها مصفة مصفة تطلق اللنف من أي ميكروبات أو فيروسات لأنها مخزن فيها كرات دم بيضاء وبكيميات هائلة جدا طبعا يبقى أنا جهاز بتاعي عقد لنفوية والتحال أكبر عقدة لنفوية كتايب الجيش اللي فيها كرات الدم البيضة اللي هيكون الأجسام المضادة أوعاية لنفوية هيمر فيها اللنف واللنف نفسه سائل لونه شفاف يميل إلى الصفرة شوية ده بيكون عبارة عن تركيب بلازمة زائد كرات الدم البيضة وقد يكون في بعض الصفائح وكمية البروتين بسرعة بسرعة نشوف أسئلتنا اللي احنا هتحلها لنا المرة الجاية وإحنا كده أعتبر خلصنا الجزء اللي احنا كنا عاوزين نخلصه كام عدد صامات القلب التي يمر خلالها الدم عند حركتها من المخ إلى الرئتين هل يطران 2468 ركز في الأسئلة الأسئلة المرة دي أشد شوية السؤال الثاني بيقول خلية دم حمراء انتقلت من اليد اليمنى لشخص ووصلت إلى رجله اليمنى خلي بالك اللي اتنين يمنى فيجب على الخلية دي أن تمر عبر الرأس الرئتين الأمعاء الدقيقة الكبد السؤال الثالث بيقول حقنة مادة مرة حقنة مادة مرة لوريد أحمد بعد مرور عدة ثواني أحس أحمد بطعم مر في الفم كم مرة مرت المادة في قلب أحمد هل يترى ما مرتش ولا مرة صفر هل مرت مرة واحدة هل على الأقل عدت عندي مرتين ولا على الأقل هتعدي على القلب ثلاث مرات عدت على قلب أحمد قد إيه السؤال الرابع بيقول اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية وعق دموي يبدأ بشعيرات صغيرة دموية وينتهي أيضا بشعيرات دموية دقيقة السؤال الخامس بيقول فصر العبارة يمكن اعتبار الشريان عدو أما الشعيرة الدموية فلا يمكن اعتبرها عدو السؤال السادس بيقول ولد طفل بحاجز قلبي مسكوب بين الأزينين ما الضرر اللي يظهر على هذا الطفل دي أسئلتنا اللي هتحلها النهاردة إن شاء الله الإسبوع الجاي هتقابل معاكم مع التنفس الخلوي عايزة بس أرجع لحطة صغيرة قبل ما نينها حلقتنا عشان كلناها بسرعة اللي هو الجهاز الليمفاوي جهازك الدفاعي السائل ده جي منين لإن ده سؤال واقف مع ناس كتير السائل ده جه من شعيرات دموية السائل اللي خرج من شعيرات دموية جزء منه رجع للشعيرات دموية اللي في الأنسجة والجزء الآخر هيجمعه لي الليمف ويبدأ يرجع تاني خلي بالك إن الليمف مسؤول عن حمد الأحماض الدهنية والجليسرين والفيتامينات إيه أهمية الجهاز الليمفاوي؟ جهازك الدفاعي هيعدي على العقد الليمفاوية عشان يحصل تصفية علشان كده أحيانا لما بيجي لك جرح غائر بتلاقي فيه تورمات حصلت في الرعبة أو تحت الإباطين ده دليل إيه؟ جهازك الليمفاوي شغال فيه حرب دلوقتي في جهازك الليمفاوي مبسوطة أن أنا خلصت الدرس ده هبدأ إن شاء الله معاكم الحلقة قادمة التنفس تزروني درس مهم جدا وتقيل جدا وانتبه معايا ومنتظرينكم في المزيد والمزيد من الحلقات يارب نكون استفادنا استمتعت جدا بوقتي معاكم هتركوا بفرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته